اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هو لو هتختار بالبوينتس مثلا زي كده مثلا فانا اخترت البوينتس دي مثلا وهروح للكارد بتاعي داني وهقول له مثلا الوريينتيشن اللي الضف ده هيخليه هيجي على البرتكس بتاعتي او البوينتس بتاعتي بس هياخد كمان نفس الاتجاه بتاع النورمالس فالروتيشن بتاعه هيبقى مزبوط على الفيسيس بالزبط وطبعا الابشن التالت ضف السايز انت لو ضفت السايز على العملية دي هيبقى السكيل صغير هيحاول يصغر ويخليه على قد السيليكشن بتاعي الموضوع بسيط لان الحاجة اللي هو لها سأبتة لكن ماذا لو 3D Geometry بتاعتي اصلا animated انت محتاج حاكتين في الموضوع ده محتاج 3D Geometry Animated بطلبها من 3D Animator او انت لو انت اللي عملها بنفسك اعمل export لها سواء fbx sequence او olympic انا على طول بستخدم olympic ومحتاج تبقى معاك الكاميرا اللي تعمل بها render من 3D software فانا هعمل read geo ان انا هداخل حاجة 3D وهبدأ ابروز على الحاجة اللي انا عملت لها export وطبعا اي 3D animator فاهم هو هيعمل export ازاي هيطلع الحاجة بframe rate صح نفس الframe rate اللي تراندر به طبعا دي حاجات مفيش خلاف عليها طبعا اول ما بتعمل select للموضوع بتاعك بيجيب لك المحتويات بتاعته وطبعا هنا ما عنديش غير geometry واحدة الولاد اللي بيورس والكاميرا بتاعتي فانت بتختار اللي انت عايزه لو انت عندك حاجات كتيرة بس انا عشان عملت export لده بس اه وبيقول لك لو انت عندك كزا جيومتري بتقدر تعملهم كلهم في نود واحدة او تعملهم منفصلية انا دلوقتي مش هتفرق لان انا جيومتري واحدة فبقى عندي الجيومتري بتاعت الولاد والكاميرا بتاعتي خليني اغير الانترفيس لحاجة اكبر ماشي مجرد ما بغوص على بتاعي بادوس F عشان اعمل frame ببدأ اشوف الشخصية بتاعتي وببدأ اتأكد ان هي animated خليني اعمل تسيبه للحاجات دي هم تقريبا موجودين بس صغيرين قوي تحت لان هو بتاعه كبير فانا هعمل تسيبه لكل الكيوب والسفير والحاجات دي ونركز مع الشخصية ماشي اللي انا محتاج ان انا اعمله ان انا بتاع نيوك الريزلت اللي اطلع منه مع البيوتي رندر او الفيديو بتاعي ماشي فانا اوصل بالابجيكت بتاعي والكاميرا بتاعتي بالكاميرا بتاعتي وبعد كده ابص على الريزلت طبعا الريزليوشن اللي اطلع اكيد هيبقى مختلف عن البيوتي بتاعي فانا محتاج احط reformat واختار نفس بتاع الفيديو بتاعي اللي هو سب ومية وعشرين ماشي فانا اختار سب ومية وعشرين اهو ماشي وبعد كده ابص على الريزلت وابدأ اعمل لها مع البيوتي بتاعي عشان ابدأ احاول اطبيقهم فده الرزلت تتلعه وده البيوتي طبعا مش مزبوطين على بعض ممكن نحط checkerboard مسلا عشان ايه نشوف احسن او ممكن نحط wireframe مسلا شيدر وابدأ اشوف طبعا مش مماشيين مع بعض ليه لان انا عندي حاجة مهمة جدا اللي هي الفريم ريت بتاع الكاميرا اكيد وانت بتعمل له import بيحصل له حاجة فانت تتأكد انه اصح انا كنت عامل اكسبورت خمسة وعشرين فريم ورندرت خمسة وعشرين فريم فانا لازم اختار الفريم ريت بتاعي مزبوط بتاع الكاميرا لكن لسه الفريم ريت بتاع الانيميت الكاركتر لسه مش مزبوط فانا بدخل تاني في الجيوماتري بتاعت الشخصية الولد وهخليها خمسة وعشرين وبكده المفروض انه مزبوط مزبوط متأكد كل حاجة مزبوطة انا عدي شوية انا اتحرك يبقى كده الريزلت بتاعتي اللي طالعها بتاعت نيوك مزبوطة جدا واقدر ابدأ اعمل للحاجة اللي انا عايزها ففلنفرض دلوقتي ان انا مسلا عايز اعمل بتاع نعمل على وشه مسلا الوحل للبيرتكس سليكشن ونختار التارجل بتاعنا خلينا نقوم مسلا العيون دي مسلا هنحط عليها حاجة وخليني مسلا احط او ممكن احط احسن اللي هو الاكسس اللي زي لو دوست في كده لا هو كده عمل على البتاع الاكسس عاماتا اول ما حطيته اتحط في هو موجود تحت ممكن نعمله سكين عشان نشوفه احسن ماشي وبعد كده هقول من الاسناب مينيو هقول له بتاعي هيطير على طول وهيبقى مكانه هنا ماشي بس انا لو جبت انا مش عايزه يبقى في واحد انا عايز في المدة كلها فاللي انا هعمله خليني ارجع تاني بتاعتي اجيب تاني مفروض ان هي تفضل موجودة زي ما هي فهدوس على بتاعي وهقول له بس انيميتد يا معلم فهيقول لي من كامل كام خلينا ناخد صغير كده كرست من 200 ل400 وسن ونقول له انطلق وهنلاحز ان هو الاكسسس بدأ يعمل نفس اللي بيعمله بس في كل بيبدأ يحسب مكانه وبيقضه لي في المكانه المزبوط طبعا المينيو اللي عندك هنا دي مش هتظهر يعني التلاتة اللي في الاخر دورة ما بيظهروش لما انت هتستطب او تحط الاكستينشن ده اللي هو انيميتد سناب سري دي بتنزله وبتستطب بوكالعالة في المكان المعتاد اللي هو اليوزر فولدر بتاعك دوت نيوك وتحط الفولدر هنا اهو اول واحد وبعد كده بتفتح المينيو دوت بي واي فايل وبتحط اللي هو امبورت بعد كده اسم البلوجين او الاكستينشن بتاعك وطبعا الطريقة دي مشروحة هنا خلينا نرجع تاني اللي منيوك ونشوفه قرر بيخلص ولا هو تقريبا داخل اقوال الاربعمائيات ماشي خليني احدد الرينش دي بان وابط عشان نعمل بريبيو بيها لوحدها ماشي وخلينا نبص عالطارجت الطلعة خليني انا طبعا الاكسس ده ما بيتشافش لانه هو مجيومتري فما ينفعش تحط عليها الاكسشار فانا ممكن اعمل ايه ممكن احط بس اي اوبجيكت تاني مسلا فقلينا نبص تاني السفير بتاعي طبعا تحط تحت فانا محتاجي السفير في نفس مكان الاكسس فانا ممكن بسرعة كده الحاجة بتاعتي فقلينا نكبر مساحة اهو بتاعي فبق عندي السفير في نفس المكان طبعا ممكن اكبره عشان نشوفه احسن تمانية وتعالى نبص انا مش عايز اشوف الجيومتري بتاعي دلوقت خالص انا هبص على السفير واحط عليه مسلا دي وهابدأ هتأكد انه هو في المكان المزبوط ماسك وال وطبعا الطريقة دي انك انت تكستراكت دي مهمة جدا لها استخدامات كتير وابساطة انك انت اصلا هتقدر مسلا تصحح حاجة من غير ما تقيد رندر مسلا وانا كنت هتضيش حاجة بتعمل بقى برجيكشن كلين اوب الحاجات تحط اوبجيكت بالفعل او استخدم البوينت اللي انت طلعتها دي او البوزيشن اللي انت طلعته ده لاغراض الكمبوستنج 2 دي عن طريق الريكونسايل 3 دي تكلمنا عنها قبل كده بتحدد لها الوبجيكت اللي انت عايز تاخد بتاعه عن طريق الاكسس فانا هحط في الاكسس بتاعي التارجيت والكاميرا طبعا والفورمات بتاعت الامج بتاعتك وبعد كده بتقول له ابدأ احسب لي الكيفريمز حول لي 3 دي بوزيشن ده لتو دي بوزيشن عملية بسيطة جدا وبمجرد ما بيخلص انت ممكن تاخد الريكونسايل 3 دي خلاص بقى انت مش محتاج حاجة تاني وانا غالبا ما بستخدمهاش على طول يعني انا باخد الدياتا الاكس والواي لان احنا 2 دي بقى خلاص فانا باخدهم كوبي اناميشن وبحطهم في تراكر ازهل بكتير يعني واحط اد تراك وبعد كده اخد الدياتا ابسلوت اناميشن فبقى عندي التراكر ده بيتحرك مزبوط واقدر استخدمه الكل الاقراض اللي انا محتاجة بقى سواء رود وغالبا بيبقى رود وبيبقى بيتماتش موف لحاجة اه وهكذا بس كده اتمنى يكون التكنيك ده مفيد ولو حد عنده استفسارات او افكار لتدروس صغيرة ممكن يقولي انا بالفعل عندي لستة كبيرة بس مش ادرس اجل حاجة حد الوقتي فدعوتكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة